السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم هنتعرف على فوائد هاي الفاكهة الرائعة الجميلة التي كثيرا ما يغلو سمنها وهي تظهر لنا في أوائل أواخر الربيع في بداية الصيف وهي من أسمائها يطلق عليها أسماء عدة مثل الجانرك وعدهم أسماء حسب البلدان فيسمى الجارنك أو الجنارك أو الجارينك أو البركوك الأغضر أو الخوخ الأغضر أو الكرز الأغضر أو كوجة كوجة بالعراق أو الشهلوج كل هاي الأسماء تطلق على هاي الفاكهة الرائعة الجميلة الغنية بالفيتامينات والبروتنات واليوم هنتعرف على فوائدها العظيمة وهي كما نراها ما شاء الله تبارك الرحمن وسبق لنا أن تكلمنا عن طرق الزراعة وطرق العناية في فيديو سابق سأترك لكم رابط الفيديو وهي سيظهر لكم على أعلى الشاشة بإذن الله تعالى اليوم هنختص في هذا الفيديو عن الكلام عن الفوائد المزهلة لهاي النبتة الرائعة وهي الفاكهة الجميلة فاجة الجناريك أو البركوك الأغضر هو تلك الثمار الخضراء الكربية التي نراها أمامنا واللزيزة التي تأتينا من شجرة الجناريك وهي غنية بفيتامين سي وتحتوي على الكثير من الألياف وتتجلى فوائد الجناريك في أن تناوله سوف يساعد في تنكية القولون وتحسين عملية الهضم وفي الرجيم وتخفيض الوزن فالجناريك غني بالألياف وفيتامين جيم وفيتامين ألف وفيتامين كاف والصديوم والبوتاسيوم والبروتين والكالسيوم والفسفور والمغزيات الأخر فهذه الفاكهة الرائعة الجميلة التي غنية بكل هاي الفيتامينات والعناصر الغزائية لها دور كبير في بناء جسم وبناء صحة الإنسان فهي من الفواكه الرائعة جدا يتم جني ثمار الجناريك عندما تكون جديدة وقاسية والعديد من الأشخاص يفضلون تناولها مع الملح للحصول على مذاق أفضل وعادة ما تكون متوفرة في أواخر التصل الربيع وأوائل الصيف وأنا شخصيا لا أنصحكم بإضافة الملح مع هاي الفاكهة الرائعة يفضل أن تأكل بحمضتها وطعمها التي تكون عليه فهو أفضل حتى لا نضيع قيمتها الغزائية مع الملح وطبعا كما نعلم زيادة الأملاح فتؤثر أيضا على صحة الإنسان فطبعا في بعض الناس تفضلها مع الملح لكن لا أفضلها مع الملح وتفضل تأكل عادي أسماء الجناريك ومعلومات عامة على هاي والقيمة الغزائية لهاي الفاكهة الجميلة هي الجناريك أو البركوك الأغضر كل 100 جرام من الجناريك تحتوي على السهرات الحرارية 46 كالورا تتضمن ما يلي إجمال الدهون 28 من 100 غراما جمال إجمال الكرباهيدرات 11.4 من 10 غراما والألياف الغزائية 1.4 غراما سكريات 9.9 غراما لبروتين 70 من 100 غرامات فيتامين وطبعا هي غنية جدا ببعض الفيتامينات والبروتينات وأيضا الحديد ويساعد أيضا في عملية الهضم وإدرار البول وهي لها فوائد عديدة وعديدة وتناول الجناريك سوف يعزز محتوى الألياف في الجهاز الهضمي ويساعد على امتصاص أفضل في الأمعاء لذلك في موسم الجناريك أو البركوك الأغضر من الرائع تناول هذه الفاكهة لذيذة بشكل يومي يساعد على تجنب الإمساك قون الجناريك غني بفتامين سي والألياف القابلة للإمتصاص فإن هذه المكونات ستمنع انسداد الأمعاء وتساهل حركة الطعام من خلالها وتمنع الانتباق وحدوث الإمساك يفيد في تعزيز الجهاز المناعي ويساعد أيضا على الحفاظ على صحة الأسنان لأنه غني أيضا بالكالسيوم ويفيد في حالات فقر الدم وغني جدا بفتامنات كثيرة وبروتينات ولذلك تكون هاي الفاكهة الجميلة الرائعة غالية الثمن وعليها طلب كثير فأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي الفاكهة الرائعة فلا تنسوا الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته